دكتور أحمد أنت أيضا متهم بأنك استثمرت بالطائفية وبالخطاب الطائفي وبالتصعيد جيش المالكي تتذكر ما أعرف إيش هاي التفاصيل أبدا أخي حسام لم يكن البعد الطائفي أبدا حاضرا لدينا وإنما كنا ندافع عن مناطق استهدفت طائفيا أنا أريد أنت حضرتك والجمهور يميز بين السياسات والأفعال الطائفية التي تنتهج على مكون وبين من يدافع عن هذا المكون ضد السياسات الطائفية من هو الطائفي الذي صلت سياسات طائفية لولي يدافع ضد هذه السياسات الطائفية لازم نكون منصفين في هذا الأمر وحتى نكون منصفين دكتور أنا حتى أكون وياك سريح للأخير حتى نكون منصفين نقول من ينطلق من منطلق وطني لا ما يحصر نفسه بمكون واحد اليوم أنا أدافع عن أهل الأنبار لأنه تعرضوا إلى حيف لكن باشر أنبري ولا أتأخر للدفاع عن أهل الناصرية حينما يتعرضون جزاك الله خير جزاك الله خير وهذا صلب العمل الذي قمنا به عندما كانت المظالم والاستهدافات على مناطق ذات الأغلبية السنية سواء كان في حزام بغداد أو في الأنبار أو في صلاح الدين أو في نينوى انبرينا للدفاع عن هذه المناطق لكن عندما بدأت انتفاضة تشرين انتفاضة تشرين في مناطق الوسط والجنوب نحن من انبري للدفاع عن المنتفضين وللدفاع عن أبناء هذه المحافظات وكانت مواقفنا واضحة تماما وكنا مناصرين وداعمين لهذه الانتفاضة